طيب وزي ما اخذنا مدخلة من الهلال السوداني طرف اخر سوداني شقيق من مجموعة النادي الاهل اللي فيها ايضا سانداونز من جنوب افريقيا الكابتن الكبير كابتن عادل ابو جريشا نائب رئيس نادي المريخ السوداني يا فندم صباح الخير على حضرك مشرف ومنور مرحبا بك وصباح الخير كابتن كريم رمزي ومرحب بمشاهديك ومرحب بمشاهديك التليفزيون المصري قناع رغم عشر اهلا بحضراتك كيف استقبلت اليوم خبر تأجيل مواجهة الاهلي والمريخ السوداني في دورة ابطال افريقيا طبعا ظروف كاس الاندية العالم في افوصب ومشاركة النادي الاهلي في هذه المباراة في هذه المنافسة قد تم تعجيل مباراة مع النادي الاهلي من تاريخ حداشر اتنين حتى خمسة ثلاثة هم عم جاء نختارك في انتحاد الافريقي بذلك هل هذا المعاد الجديد سبب اي ضرر للمريخ السوداني ولا عادي بالنسبة لكم والله ما عادي ما عادي لانه احنا هنلعب اه هنلعب يوم خمسة وهنلعب يوم حداشر ثلاثة يعني بيقى بيقى بالمباراة والاخرى بحوصة اقلة شوية دائما كنا نلعب سبع يوم واليوم الثامن دلت حنلعب خمسة يوم واليوم السادس بيكون فيها بعض الارحاغ يعني خاصة اذا حصل بعض الاسعابات الخفيفة يعني للريكة بريبي محتاج وقت يعني بس تقبلتو تقبلتو الامر ولا في اي اعتراضات والله الامر طبعا جاي اليوم وانساء الله بندرسوه بعد كده بنرد عليه اذا بلقينا انه في ضرر ممكن يعود على الطريق من يعني لقربة المدة من الخمسة للأحد عشر هنعمل اعتراض على اليوم اذا لقينا الامر برضو طبيعي برضو دي برضو بتحدد احنا عن العافين وهالا المباراة دي اه يوم خمسة يوم خمسة عدون مباراة الاهلي من القاهرة مباراة خداشر نحن طبعا نتعلم جيدا انه يعني يمكن حتى استاد الهلال لم يجيز الا تنبرر يعني يجيز لمؤقتا هل مؤقتا بعد مباراة الهلال الاولى يوم 18 اثنين او هي التانية هيلعب الاولى بخارج ارضه والتانية بالخرطوم يوم 18 حيحدد بعد يوم 18 هل هي تبقى دائما او حد انتهي هنا فجلاته برضو اشياء نخليها نحن ما يوم ما بكون عندنا الحقائق والبرنامج لنقدر نبني حساباتنا عادل كابتن عادل ابو جريشن ناب رئيس نادي المريخ السوداني انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني شكرا جزيلا خالق